بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحبة مودا اكتر حاجة بتشغل الناس دلوقتي ازاي يبقوا سبتين وقفين على قدم سابتة وكمان يكونوا رسخين يعني ايه رسخين ان هم ما حصلهمش اي هزة ممكن تكون سببها اللي احنا بنبرن به والنهاردة قررنا ان احنا نتكلم على معنى مهم ان احنا نأكده وخاصة في الظروف اللي احنا عايشين احنا تعودنا ان احنا عندنا حالتين فقط من كتر ما احنا عايشين حلس مع الشدة وحلس مع الرخاء لكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا شيء اسمه التعرف ايه اللي حاصل من تعرف الى الله في الرخاء تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فكده فكأننا تعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان احوال الانسان مش منقسمة الى شدة ورخاءه بس ده منقسمة الى ربع اقسام مرحلة ما قبل الرخاء ومرحلة الرخاء ومرحلة ما قبل الشدة ومرحلة الشدة فكأن المراحل بقاهم اربعة بناء على كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا احنا عندنا اربع مراحل بنعيشهم في حياتنا او اربع احوال بنعيشهم في حياتنا زي الفصول الاربعة وبيبقى عندنا الصيف بيتمهد له بالربيع والشهداء بيتمهد له بالخريف فالرخاء بيتمهد له والشهد ده كمان بيتمهد لها وعشان كده ضعف الانسان بيحصل في المرحلة اللي قبل الرخاء والمرحلة اللي قبل الشدة لان دي المرحلة اللي بيستعد فيها الانسان وممكن هنا كمان نشوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العاقل من دان نفسه وعمل الى ما بعد الموت يبقى الانسان لازم دايما يكون عاقل انه هو ينظر فلتنظر نفسه ما قدمت لغد يبقى ايزا مرحلة الاعداد دي مرحلة مهمة جدا جدا في حياة الناس وفي ناس بيفسدهم على فكرة الرخاء زي ما في ناس بيفسدهم الشدة على فكرة وده موجود في حديث الرسول الله سلم اني لا اعط الرجل وغيره احبه الي خشة ان يكبه في النار فلو حصل للشخص اللي بيفسده الرخاء لو حصل له الرخاء يفسد فالانسان البصير على نفسه لازم يعرف يتعامل مع الاحوال الاربعة مش يتعامل مع الحالين بس لازم يتعامل مع الاحوال الاربعة احنا في حال الشدة مشكلتنا اننا مش بنعرف نستعد ليها عندنا صفة وحشة وهي الاستبطاء لما بيقى عندنا بنتعامل مع الشدة والشدة جاي علينا نتعامل معها باستبطاء بنتعامل ببطء مع احوالنا تلاقي الواحد مش عايز يسارع في التعرف على الله سبحانه وتعالى اللي هيجعله يعيش بالتزان في جميع احواله يعني ايه هو عارف ان في احوال شديدة ممكن تحصله فالمفروض يعمل ايه يبتدي من الان يرتب اولاؤه الشخص اللي عارف ان في مشكلة تحصله في الشغل يبتدي ينتظم في عمله عشان يتعود ان لما تيجي شدة يكون هو مستعد لها فما توجعوش قوي اللي عارف ان فيه ازمة مالية ممكن تحصله يبقى يستعد بانه يعيد يوسع دخله فيبتدي يتمرن ويتدرب على اعمال جديدة ومهارات جديدة عشان يبقى عنده عمل تاني يوسع به دخله احنا عندنا بطء في الحاجات دي زي ما احنا كده هشايفين ان فيه وضع اقتصادي محتاجين نوسع دخلنا فييجي يعمل ايه الناس تبطئ العمل ده ما بيخليش الناس تحس بالاتزان الاتزان بييجي من حسن العيش مع تغيرات الاحوال لكن لما المشاعر بتسيطر علينا بقى بتفسد علينا التفكير السليم وتفسد علينا العمل بقوله تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصير فما نقدرش انتعامل مع كل الاحوال فساعات النفس بقى وهنا بتظهر النفس الانبارة بالسوء تخلي الشعور هو القيمة تخليك تحس بان شعورك هو القيمة انا موجوع يبقى انا مش مستعد افكر بشكل صحيح دلوقتي ليه؟ بالعكس انا موجوع انا محفز ان انا افكر بشكل صحيح عشان اخرج من وجعي عشان كده في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها حاليا والشدة اللي بيمر بيها اهلنا في فلسطين واللي بتأثر علينا احنا كمان بشكل كبير كان مهم نتكلم النهاردة عن سلاسية مهمة جدا جدا لو فيمناها عنعيش بيها وعيكون عندنا رسوخ للإيمان في قلوبنا وخاصة احنا في الوقت اللي احنا فيه كمان وخاصة غدا وبعد غدا وعندنا في الفترة اللي جاية عندنا كمان شيء لازم نفكر فيه بشكل صحيح هو ازاي نستمر في الحياة بشكل متزن عشان نقدر ببساطة خالص نقدر نواجه الشدة في كل وقت المبادرة وكمان مش بس المبادرة المبادرة والمشاركة والحفاظ على رسوخ الوطن والحفاظ على امنه والمشاركة في كل الاستحقاقات الوطنية نوع من انواع الرسوخ للناس لان ده القيام بالواجبات دي بتخلي الناس يستطيعوا هو ده الاستعداد هو ده الاستعداد سواء الاستعداد للتنمية للرخاء او الاستعداد لغير ذلك فاحنا من دلوقتي لازم نرسخ قواعد وطننا لازم نعمل على ان تثبيت الوطن وترسيخه وجعله يعيش بشكل امن وشكل مستقر وعشان كده المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية نوع من انواع ترسيخ حياتنا وتثبيتنا بشكل كبير جدا جدا وعدم القيام بهذا الامر نوع من انواع عدم الاتزان فحاجة فيه حاجة اسمها الاتزان المجتمعي ان المجتمع مهما كان في شدة مهما كان في شيء من هذا فهو يقوم بواجباته عشان الخروج من اي ازمة والسعي في التنمية والسعي كمان الى مستقبل افضل ومستقبل اجود السلسية اللي انا اكلمكم عنها النهاردة بتكون مسلس اضلاعه هم اليقين والخروج من الحول والقوة والاخذ بالاسباب اول ضلع معانا في المسلس ده هو اليقين ولازم نعرف ان اليقين مش حاجة بتحصل لنا فجأة اليقين ده تربية اليقين ده عيشة لكن المشكلة ان احنا عايزين اليقين يبقى يقين مشتعل زي مثلا وقت ما بنفقد حد او بنشوف اخبار الحرب او بيحصل لنا اي نوع من انواع فقد الاحباب او اي شيء من موجع فاليقين عندنا مش بيكون قيمة وعلاقة بربنا لكن بيكون شعور بنقول لنفسنا لما بنحاول اعد الموقف انا يبقى عندي يقين دلوقتي فاعد الموقف لكن مش قيمة سبتة عندي ليه؟ لان انا بخرج اليقين وقت الحاجة مش حد ده وقت التنمية لا وقت التنمية كمان احنا محتاجين يقين وعشان كده بيبقى اليقين بستخدمه بس لتجاوز مواقف عشان بس اتعامل مع هذا الشعور يبقى اليقين دلوقتي يقين ايه؟ يقين للمصلحة لكن اليقين مساحة وسعة كبيرة تخلي الانسان يرى ما لا يراه الناظرون فاليقين تربية وعيشة وحياة وسعة مش فكرة ولا شعور اذا لم تحسن ظنك في الله سبحانه اذا لم تحسن ظنك فيه لاجل حسن وصفه فحسن ظنك فيه لاجل حسن معاملته معك فعلى هودك الا حسن وعلى ازدى اليك الا مننا يبقى اليقين بييجي على طول وانا عندي حالة من حالات السبات والرسوخ باني ايه اللي حاصل الذي كان معي في كل وقت سيكون معي في كل وقت الذي كان معي في الماضي سيكون معي في كل حياتي الذي يدبر لي ما كان سيدبر لي ما سيكون يبقى قياس الغائب على الشاهد فاللي جاي زي اللي انا شفته زي اللي انا شفته من ربنا سبحانه وتعالى الذي فيه ستر وحفظ تجي النفس تقولك ايه ما انت شفته وجع بقى ما جايز اللي يجي يبقى زي اللي انت شفته من الوجع ابدا ده مش اليقين اليقين ان واحد عارف انه مع سيدي اليس الله بكاف عبده فتبتدي تقلل المخاوف عندك ويتلاشى الالأ يبقى ايه اللي حاصل ولذلك قال او لم تؤمن قال بلى ولكن لي اطمئن قلبي يبقى ايه اللي حاصل انا مؤمن متيقن بس ايه اللي يحصل انا عايز يزداد حلوة الامان في قلبي فاشوف ده وتبقى شاف قدامك فيبقى انت مش خايف ولذلك زي ما قالت السحرة الفلعانو فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا يبقى ايه اللي حاصل فاليقين اللي كان عند السحرة بعد الايمان انه هما لما اكتشفت لما اكتشفوا الحياة وتكشفت لهم الرؤية شافوا اللي هو ما بعد الاحداث انه هما يروحوا الربين فيجعيشوا في حياة الساعة والكرم فكل اللي هيعملوا اي حد يتعدى عليهم شيء لا يسوي شيء ويبقى دهات حاجة ما تخوفهمش ولا تحسسهم بانه هما بيخافوا وذلك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ايه اللي حصل فزادهم ايمانا يقين طب ويهي تاني مش بس زادهم ايمانا ويجدوا كمان فرصة انهم يعيشوا مع سيدهم ويسبحوه ويمجدوه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فساعتها المعادلة ما بيبقاش فيها غياب لرؤية ربنا فالمسألة فيها ثبات ومن اهم امارات الرقين الرسوخ الدنيا تتشال وتتهد والشخص راسخ فاليقين بيخلينا نقدر نفكر بالتساع فنشوف الدنيا واسعة مش انت عايز تعيش بخيالك فيها عشان تصبر نفسك لكن الوسع ده حقيقة وتشوف ابواب كتيرة مفتوحة وتشوف تجلي الله سبحانه وتعالى الوسع على كل حياتك وكل شيء وإن اللي حاصل وتحس ان القدر كله مليان فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى واحد المنتجات الحياتية الحقيقية اللي يقين هو راحة البال اللي عنده يقين مرتاح البال وبيتطمن وعشان كده مش عارف هو الناس تجي تقول له انت واسق واسق كده ليه لأنه ملكه سبحانه وتعالى واسق في كل شيء لأنه ملك الله سبحانه وتعالى واسق في سيطرته على الأمور واسق في الله سبحانه وتعالى انه بسيطر على الأمور وانه كل شيء بييده فعشان كده هو راسخ وعشان كده لازم نعرف ان اليقين اول درجة من درجات المسلس اللي احنا بيه وهنا عن لاقي ان عندنا خلط ما بين اليقين والرضا اليقين ده ان الواحد يكون راسخ والرضا ان الواحد يكون ساكن في تقلبات الحياة والقبول يعني انك تبقى شايف ان المسألة لا حول ولا قوة الا بالله فالحاجات اللي بتحصل دي ما عنديش شخص سخت ولا رفض ليها وده تاني ضلع بقى انك تعيش بلا حول ولا قوة الا بالله مش بحولك ولا قوتك يعني مش بشطرتك انت وحسن تفكيرك لا تب تدبير الله سبحانه وتعالى واظن ان احنا يا ما شفنا نفسنا بنخطط لحاجات كتيرة وبنقول عناعمل حسابنا على اسوأ احتمالات عشان نأمن نفسنا ونسد جميع بواب المفاجآت والمصائب وتلاقي قدر ربنا وتدبيره مختلف تماما عن اللي احنا فكرنا فيه وكل خططنا ومخططتنا يبقى ملياش لازمة خالص وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى دبرها وزي ما بنقول ربنا سبحانه وتعالى فرج وبييجي بقهوان سبب احسن من كل اللي احنا خططناه ييجي تدبير ربنا طيب الواحد بلاش يخطط ويستعد اللي جاي ابدا طبعا لازم نخطط وده يوصلنا للدلع التالت اللي هو دلع ايه الاخذ بالاسباب اننا لازم ناخد بالاسباب في كل شيء في كل حياتك وإلا تبقى بتختبر ربنا سبحانه وتعالى هلا ينجيك من مصائبك ويعمل لك كل شيء انت عايزه ولا لا والاخذ بالاسباب ده من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن غيره تبقى متواكل وما تبقاش عبد لله سبحانه وتعالى وعشان ربنا قال لنا وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون يعني نعمل مش نقعد نستنى الرزق يجينا لحد عندنا صحيح ربنا سبحانه وتعالى دمر لنا الرزاق وأمرنا بالسعي عشان كده احنا لازم نسعى ولازم كل واحد فينا يشارك في بناء هذا الوطن بشكل واضح عشان يأخذ بالاسباب باسباب الخروج والاستمرار والحفاظ على هذا الاستقرار والحفاظ على هذا المجتمع فلازم كل واحد فينا يشارك الصوت في الحقيقة ما تبصش على ان الصوت دوات محاولة من محاولات الاختيار بس لكن الصوت أوسع من كده انت لما بتضع صوتك في الصندوق في الحقيقة انت مش بتضع صوتك انت بتضع لبنة في بناء هذا المجتمع بتدفع عن المجتمع أي حاجة بتهدده انت لما بتعمل كده بتخرج الحياة إلى النور الحقيقة انت لما بتشارك في كل الاستحقاقات في هذا الوطن انت بتأخذ باسباب الحفاظ على الوطن وتنمية الوطن وكمان جلب الخير لهذا الوطن في التلت اضلاع اللي احنا تكلمنا عنها دول بيحبيهم حركة وارتباط اليقين والخروج من الحول والقوة والاخذ بالاسباب فكل ضلع فيهم لو عشت بيه هيقوت ضلع التاني وفي النهاية تكون مؤمن راسخ وفي كل اجراء انت هتعمله في حياتك عشان تأكد التلت معاني دي كن يقين بان مشاركتك بكرة والأيام اللي جاية كن على يقين ان ده ربنا سبحانه وتعالى هيجعل فيها الخير والبركة وكمان عيش بلا حول ولا قوة إلا بالله ان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لنا كل الأبواب احنا أصدنا وجه الكريم سبحانه وتعالى وعشان كده اخذنا بالاسباب وربنا هيكون مددنا وهايكون عوننا ويفتح لنا أبواب الخير ان شاء الله بلدنا هتفضل في أمان الله سبحانه وتعالى و هتفضل في يقينه و هنفضل احنا رسخين و سبتين في كل اللي احنا بنعمله نطلب به وجه الله سبحانه وتعالى هنفضل على ثبتنا و هنفضل على رسخنا ندافع على الوطن ده و نحافظ على أمنه لأنه ربنا جعله أمانة في إيدينا تعالوا كلنا نشارك عشان نبقى متيقنين من معية الله سبحانه وتعالى لنا و مشاركين بلا حول ولا قوة إلا بالله لأن ربنا اللي بيدبر أمورنا كلها و كمان بنأخذ بالاسباب و ما نتركش أي حد يتلاعب بمقدرة هذا الوطن لأن هذا الوطن أمان في إيدينا كلنا و ربنا سبحانه وتعالى أقامنا على مش على حدود هذا الوطن على أمانه المجتمعي و كمان على تنميته و كمان على حفاظه و على حفاظه على كل مقدرة هذا الوطن يا رب جعلنا دايما نستطيع و نكون من أهلي جلبي خير خير كائل هذا الوطن و نعيش بمددك و نعيش كمان و نحن بنشكر نعمة أن ربنا جعل لنا وطن و جعلنا أمينين في سربنا و جعلنا كمان عندنا قطة يومنا و جعلنا كمان نعيش مسبح ربنا يا رب بارك لنا في وطننا و جعلنا دائما نقائمين بشكر نعمة هذا الوطن يا رب العالمين بعد الفصل يا سادة نتلقى أسئلتكم مباركة و نجيب عليها ولكن بعد الفصل رجال حضراتكم و معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج و لا تؤسروا و نتلقى عليها أسئلتكم مباركة و تفضل جسر مفتوح بنا عشان يفضل مجالس العلم محل نظر الله سبحانه وتعالى و يبارك لنا و يوفقنا إلى ما يحب و يرضى أمين يا رب العالمين و معانا أول سؤال معانا لأستاذة فتحية السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذة فتحية تفضل بل حضرتك بل حضرتك أننا فيه واحدة هتاب من العملية لبنتها العملية مكلفة شوية فأنا قدرت جمعت لها مبالك يعني و كده من بعض الناس و كده فيه واحدة من دبني الناس أنا قبلتني في الشارع و أعليتلي أننا لو فيه حضة عندك محتاج حاجة أو تبتت واحدة من العملية و قدتني مبلغ فدلوقتي العملية هتتأكل يعني هتأكلها شوية الحظ بعد الممتحانات بكده فدلوقتي أنا مش عارف أعمل إيه إذا عملتني أنا عارفة كل واحد يداني معادة واحدة بس اللي ما عرفش يميق يعني معرفهاش فدلوقتي أنا أرجع لفلس للناس تاني والمبغة اللي معاية بتاع الست ديس أنا مش عارفها هلأ نساف الشارع أعمل فيه إيه واحدة واحدة الستة تأتيمي العملية ولا مش هتعملها خالص لأ مش هتعملها لأ ما أنت هتكولتني أجلتها أجلولها هي مش هتعملها دلوقتي يعني هي أجلتها الحظ بعد الممتحانات لاillah regime بعد إذن حضرتك هو دلوقتي المستشفى أنت روحت معاهم المستشفى أقول له لها مش هتعمل عملية خالص أقول له لها مش دلوقتي يبقى خلاص إبقى أكيد ذلك وليس هتعمل عملية ربنا إشفيها إن شاء الله مش هتعمل عملية حط الفلوس اللي قاتلي دي في عملية حد تاني يعني ما راجعش الناس تاني لا ترجعيها ليه الناس خلاص تصدقوا نشوف حد تاني طب نفترض ان انت ما لاقتيش حد عنده عملية روح حطيها في المؤسسات اللي تجري عمليات للناس خلاص يبقى احنا دلوقتي احنا جمعنا الاموال عشان حد يعمل عملية دلوقتي الست اللي عتها من عملية ما بقيتش عتها من عملية ديها لحد نحط الفلوس لحد تاني عيعمل عملية طب انت مش عارف حد عيعمل عملية تروح واخد الفلوس كده وتحطيها في المؤسسات اللي بتعمل عملية هذا تازن بقى الناس اللي انا قد وعدوا انهم على فات البنت بتعمل العملية خلاص هم اخرجوا الفلوس عشان في واحد يتعملوا عملية الا اذا كان حد قالك الفلوس دي لصفية او الفلوس دي لمحمدية او الفلوس دي لفلانة انا ستي اسماعيني هم ادونك الفلوس مش عشان دي بالذات ادونك الفلوس عشان مساعدة حد ايام العملية اعلم اعلم فخلاص توديها لأي حد ايام حد تاني ايام العملية نعم عفو نسيت عفو نسيت في حد في حد يساب سؤال بيسأل عن اداء المال في البنك الشهادات مسألة اداء الشهادات والحصول على ريع من وراء هذه الشهادات يجوز احنا قبل كده اتكلمنا ان اداء المال في البنك ليس من قبيل القرد محدش بيسلي في البنك خالص محدش بيروح يسلي في البنك ولا يعطي للبنك قرد عشان هو يأخذ عليه فايدة احنا بنعطي للبنك اموال عشان يستثمرها فالاستثمار دوت بيخلي العقد اللي بينه وبين البنك اسمه تمويل يبقى العقد داته اسمه عقد تمويل وعقد تمويل جائز ان الانسان يحصل من خلاله على ريع او عائد ويبقى الفلوس اللي بنحصلها من اداء المال في البنك للاستثمار سواء في شهادات الاستثمار او في الوداء او في الحساب الاستثماري كل دوت بيكون نوع من انواع التمويل اللي جائز ويكون الحصول على ريع منه ده حلال وليس من قبيل الفوائد التي يحصل الانسان فيها على فائدة من قروض لا الاداء المال في البنك ليس من قبيل الاقراض باي شك من اشكال في سؤال جاي على صفحتنا بيقول ايه اه في سؤال مهم شويتين تلاتة جاينا على صفحتنا بيقول هالربط المبايد اه حرام الربط الاساس ان الربط بيكون ربط دائم فاذا كان الربط دائم وكان دوت ربط القناتين اللي قناتين فلو فاذا حصل ده ودم ده ليس اجراءا من اجراءات الوقاية والعلاج ولكن من اجراءات منع الحمل فده غير جائز اذا كان ده الاجراء اللي بيتم لمنع الحمل من غير تضرر يعني من غير علاج من غير مادة كترة يقولوا كده ان احنا عناعمل الكلام ده لان فيه خطر على حياة هذه المرأة من اي شكل من اشكال الحمل او اي شكل من اشكال وصول اي شئ للراحم يبقى خلاص يبقى دوت عيكون في ساعتها جائز اذا كان كشكل من اشكال العلاج اما اذا كان ده من ادوات منع الحمل فده غير جائز ان النوع من الربط ده عشان نمنع الحمل مش عشان فيه خطر لو ان هي حملت وليس هناك طريقة لمنع لحفاظ على حياتها الا ده يبقى لازم نعرف ان احنا عندنا حالتين اذا كان الربط ده نوع من الربط الدائم اللي هو بنمنع بنمنع به الحمل لغير ضرورة لغير حاجة هذا في تغيير خلق الله هي عندها رحم والرحم دوت يمكن ان تحمل من خلاله فيكون الربط دوت لان هذه القنوات قنوات خلقت هكذا خلقت لمرور وامكانية استخدامها للوصول للحم اما اذا كان ده بيجرى لان السؤال جنة السؤال جنة مطلقة لما يجن السؤال مطلقة احنا لازم نقول ان في احوال كتيرة الاسئلة بيكون فيها حالتين اما اذا كان ده ضرورة في خطر على حياتها لو ان هي حملت فالدكات رألولها مفيش حل غير ان هي تربط الكلام دوت فدوت بيكون جائز اما اذا كان الربط دوت ربط مؤقت ودوت مسألة محل ان الربط يعني مرقت دوت مش هيمنع خالص ان هي تحمل ابدا ابدا اذا كان ده ربط مؤقت لحاجة فده جائز يبقى عندنا الامر اذا كان ده ربط دائم لغير حاجة غير ملع الحمل ده في معمنوع اذا كان ده ربط مؤقت لحاجة فده جائز اذا كان ده ربط دائم ليه خوف على حياتها فده جائز نعم استاذ عمر من القرية يتفضل سوا عليكم فضلت الشيء وعليكم السلام عليكم السلام عليكم سوا عليكم تفضل يا سيدي بعد ذلك عددك يا شيخ هو المفهود الواكب اللي ينزل المفهود اصلا ان الراتب اللي يجي لك لازم تطلع عليه نسبة فده لا احنا بنطلع الزكاة على المال المدخر النامي لما يكون عندك مال مدخر وبلغ النصاب وحال عليه الحول ده اللي بينطلع عليه مال بلغ النصاب خمسة تمانين جرام دهب وحال عليه الحول وحال عليه الحول يعني مرت عليه سنة قمرية اذا كان المال حصل عليه كده في طلع عليه لكن الراتب اللي انا باخده لا انا مش لازم لا طلع عليه زكاة ولا طلع عليه صدقة لكن بعض الناس من عددهم الطيبة انهم بيطلعوا صدقات عشان يزيدوا بركة هذا المال فده لا بأس به بس هل تخرجهم الصدقات ده واجب عليهم انت قلت كلمة لازم المصريين بيستخدموا كلمة لازم دي في الوجوب اذا كنت بتقول ده واجب فلا مش واجب عليه انه يطلع مال من ماله من مرتبه كل شهر ولكن الواجب عليه ان يخرجي الزكاة عندما تتوفر شروط الزكاة ان يكون المال ده اللي تم ادخاره بيساوي 85 جرام دهب فما فوق وكمان بيحول عليه الحول غير كده لا ليس واجبا عليك ان تخرج مالا يا سيد عمر استاذ احمد من اسواني تفضل عليكم وعليكم استلام ورحمة الله بركاته حضرك سؤالي حضرك هو بيع شقة هل عليها ذكاء الفلوس المحصلة من البيع دلوقتي خلينا نقول انا دلوقتي الشقة اللي كانت عندي دي يا سيد احمد كانت الشقة دي كنت ناوي ابيعها يعني اعرضها للبيع ولو كنت اعرضها للبيع دي الشقة دي تمنها زاد عن خمسة لان انا مش بالضرورة اكون عارف تمن الشقة اكام عشان محدش يقول لي اكيد شقة يبقى زاد عن تمنع انا خمسة وطمين جرام دا انا مش عارف الشقة تمنع كام فيبقى عندنا ببساطة خالص اول حاجة الشقة دي كانت معروضة للبيع لمدة سنة ولا لا اذا كانت لسه ده انا لسه نفكر ان انا بيعها من الشهر اللي فات من الاسبوع اللي فات لسه نوى بيعها من ستة شهر وممرش عليها سنة فهو ده تتملقن ومش هتخرج علي زكاة لو كنت ناوي ان انت تخرج عارضة للبيع من سنة فاصبحت عروض تجارة ولما يجي لك الفلوس وهي تمنع فوق خمسة وثمانين جرام ده بيتطلع عليها الزكاة ارجو ان يكون الكلام واضح يا سيد احمد يبقى اوه الشقة لو كنت شقة انا ساكن فيها واتزنقت فروحت بيعتها النهار ده لا الفلوس اللي عندي دي لما تدخل بقى في حسابي ويحول عليها الحول وتكون ازد من خمسة وثمانين جرام ده بيبقى بعد سنة اطلع عليها زكاة لا الشقة دي عارضة للبيع بقى لها سنة واول ما بيعتها اطلع عليها زكاة نعم استاذ جهاد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ جهاد أيها يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا فندم دلوقتي يا فندم انا مخلفة ست اولاد. طب بنا يبارك. الوقت طيب عشان انا معي منهم اربعة حالات خاصة. ماشي وفيهم معي لهم الحمدلله سلاف. ماشي انا عملت ربط مبيض. من غير ما استشير حد انا ربطت على طول. انا سمعت حضرك دلوقتي بتقول حرام. انت عملتي الدكاترة قالولك ايه? انا عندي اتنين وثلاثين سنة. وخلفتي ستة وانت عندك اتنين وثلاثين سنة. اه اه. خلصت. كده وقلت انا بعمل لهم متبعاد عملا زرع كوقعة لأولاد ما عندهم ضعف سمع. وبجري بيهم. والولد تلاتة زرع كوقعة. والولد ملازم ندون. والحالة على قدنا. مش جاي على اي وسيلة. فالدكاترة قالولك ان انت محتاجة تعملي كده. لا ما قالوش انا اللي قلت. ما قالوش. طيب اللي انا عرفوا ان انت عشان نخرج من الحالة اللي انت فيها دي. احنا مش هنعمل حاجة. احنا كده خلاص وكأن احنا بنعرضك للخطر. الحالة اللي انت عليها دلوقتي احنا عشان نعمل اجراء تاني. انت خلاص عملت الاجراء ده. فانت تستغفر الله سبحانه وتعالى عما حدث. واحنا مش مضطرين بعد ما انت عملت ده. ان احنا نعمل عملية تاني تعرجتك للخطر. اذا كان العملية ان انت تخرج من مسألة الايه الرابط ده. فيها خطر عليك. فلا تفعلي. وتتوب الى الله وخلاص. والمسألة انتهت. واني خلاص سيختفر في الاستدامة من اجل الحفاظ على حياتك. ولاجل الامر ده. لكن ده محتاج ان احنا نستغفر الله سبحانه وتعالى اذا كنا عملناه من غير لا استشارة اطباء ولا اي حد يقول لنا اي حاجة احنا عملنا كده. فنستغفر الله سبحانه وتعالى. ويبقى عندنا لو دي في خطر على انك انت تتخلص من هذا الرابط يبقى خلاص ليس عليك اسم. نعم. استاذ احمد من الاليوبية يتفضل. سلام عليكم. وعليكم السلام عدوكاتو. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. معلش يا استاذ احمد. يعني انا اطمع ان انت تسمعني من التليفون وتوطي التلفزيون. ما سمعك من التليفون يا فاند. طيب يبقى انا تشوش من عندي انا اتفضل. طيب. اه اني اللي انا كنت اروح اعمل عمرة. طيب. فلما احداث غزة دي اه قلت اه 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 اتبرع بالما انا هعمل به العمرة. اه اه صالح اه غزة. نعم. فايقهم افضل. بص يا سيدي احنا عندنا السؤال ده بيدرس عندنا بشكل واضح جدا جدا. اه. اني اللي انت بتعمله ده اسمه عبادة متعدية. يعني ايه اللي حاصل. ان انت تتصدق بمالك ده. فبيتعدى الى الاخرين. فيبقى صدق ليك. ونفعل الاخرين. واحنا عندنا العبادة المتعدية خير من العبادة اللازمة. انت بتسألني. انا راح اعمل عمرة. فالعبادة دي اه اه العمرة دي الخير اللي فيها هيعود على مين? هيعود علي. طيب. ليه? هيعود السواب علي. واننا اتطهر وتنقى من ذنوبي ربنا يبارك لك. طيب اننا اتصدق بمالي ده لمحتاج. لاخوانا المستضعفين. لاخوانا المحتاجين. لاخوانا الذين اعتدى عليهم المعتدين المجرمون. الذين نسأل الله سبحانه وتعالى. انه وينتق منهم شر انتقام ويخلص اخوانا في فلسطين من شرهم يا رب العالمين. طيب. اللي حاصل ده بقى. ان انت لما تتصدق ده اسمه عبادة متعدية. لان نفع يعود على عليك وعلى غيرك. يعود عليك ان شاء الله بالبركة في مالك. ويعود على الاخرين ان هم ينتفعوا. ويرفع الله سبحانه وتعالى عنهم من الكرب اللي هم فيه. فايزا اللي انت فعلته ده افضل. وكان من سير العلماء ان الواحد فيه لما يعمل ده. ربنا سبحانه وتعالى يخلي الناس تشوفه كأنه في الحج. حصل ده في قصة مشعورة اسمها آآ في الكلام عن الاسكافي الذي كان من الشام. فايزا اللي حصل. فرأى سيدنا آآ ابراهيم بن ادم ورأى عدد من الناس في هذا واخبروه. وبعضهم يستجب للحجيك بسببه. فاذا الذي فعلت انت اسمه موفق الاسكافي. موفق الاسكافي. الشام. اذا والقصة مشهورة. اذا ما فعلت انت اولى وما فعلت انت ان شاء الله ربنا يجعله في مزال حسناتك ويجعله ان شاء الله وكثير من اهل العلم يقولون ان ده وتيجمع لك ان شاء الله من بين ثواب العمر وكمان ثواب الصدق. فان شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك السوابين ويجعلك ان شاء الله من اهل الكرمتين ومن اهل الرحمتين ان شاء الله ويبارك لك فيما انت فعلت ويبارك لكل من يتصدق نصرة لاخواننا ويبارك لكل من يفعل كل من الصدقات ومن جمع الاشياء الطبية من اجل مساعدة اخواننا المستضعفين في فلسطين. يا رب العالمين جعلنا من اهل القيام بيجواجبات الرسوخ. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى. وهذه الايام القادمة ايام فرصة. فرصة كبيرة جدا لكل واحد فينا. انه يعيش معنى القيمة. معنى ان الوطن قيمة. فرصة ان الناس تعيش ان الوطن نعمة. فرصة ان الناس تعيش ان الوطن بركة. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات امنا في سربي. احنا عندنا سرب. وعندنا كمان قوطة يومنا. تعالوا نشكر ربنا. نشكر ربنا ونشارك. ونشارك في تنمية المجتمع. ونشارك في الحفاظ على هذا المجتمع. هذا الاستقرار. تعالوا كمان نشارك. كمان. في حبنا لوطننا. وشكر نعمة ربنا بانه كتب لنا. مش وطن زي اي وطن. وطن اسمه مصر. هذا الوطن الله سبحانه وتعالى جعل فيه من النعم ومن البركات ومن التجليات. وطن فيه التجلي الاعظم. وطن فيه البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطن فيه علم وفضل وبركة ونور. وطن فيه وطن فيه ناس رسخين على الارض. بيدفعوا عن مستضعفين. وبيحموهم. وهم درعوهم. وطن فيه تنمية. وجمال. وطن فيه نيل. وطن فيه محبة. الوطن ده لحق علينا. وفيه واجب علينا. اذا كنا عايشين. وبندوق حلاوة هذا الوطن. لما الوطن. مش اقول يحتاجنا. لما نحب نعيش حلاوة الوطن ده. لازم نروح نشارك. ونقوم بواجبنا. عشان نحافظ على نعمة ربنا. ونشكره. يا رب جعلنا. ممن يشكرون نعمتك. وكمان يقومون بواجباتهم. اللهم اجعلنا. ممن يشاركون. ويحافظون. ويبنون. ويجعلون دائما وطنهم. في خير حال. يا رب العالمين. اكرمنا. وبارك لنا. في مصر. اجعلنا دائما واحة. رخاء. وتنمية. وفتح. وبركة. يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين. أكرمنا في هذا الوطن الجميل الأمين. ببركة مددك يا أرحم الراحمين.